السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشروعنا الأول يتطرق إلى تركيب جهاز عالي الأداء بتبريد ماء مخصص Custom Water Cooling Loop شامل تبريد المعالج وكرت الشاشة سوف نقوم بتبطية خطوات تركيب الجهاز من خلال سلسلة فيديوهات قصيرة وانتهاءا بعملية كسر السرعة Overclocking ومن ثم القيام بعدة اختبارات لقياس الأداء الناتج من عملية Overclock في البداية خلونا نستعرض بعض القطع المستخدمة في التبريد بالنسبة للكيس الكيس المستخدم من شركة NZXT واسم الكيس Switch 810 المعالج عندنا AMD FX A350 ثمان أنوية بسرعة 4GB لكل نواة كرت الشاشة EVJ GeForce GTX 780 وبالنسبة للرامات ما هي واضح عينا لأنها مستخدمة حاليا في جهازي الحالي 16GB من شركة G-Skill بتردد 1600MHz والمدربورد ASRock 990FX Extreme 9 مدربورد ممتازة جدا لعملية كسر السرعة أو Overclocking بالنسبة للقطع تبريد الماعي عندنا ريديتر من شركة AlphaCole وهو Nexus UT60 ريديتر نحاسي بالكامل بالنسبة للPump أو Trombo عندنا SWIFTIC MCP655 مع تحويلة التوب حقتها وعندنا خزان الماء أو الريزورفار من شركة EK وهو عبارة عن ريزورفار بحجم 250 ميلي البلوك حق المعالج عندنا البلوك اللي هو من شركة Watercool الألمانية المعروفة باسم HeatColor وهو النسخة الثالثة الصمامات أو Fittings خليط من صمامات من شركة Bitspower الشهيرة وعندنا طب للترومبا أو البمب من شركة EK وانتهاء بعدد من المراوح من شركة Corsair SP120 للرديتر والAF120 لإدخال الهواء وإخراجه جوا الكيس شكرا